محمد علي بيقول لماذا اصبحنا في زيل الامم ونحن نمتلك اعظم كتاب القرآن الكريم لماذا نتكلم ولا نعمل شكرا محمد علي ما اه 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 اجا بس عشان عشان ندخل في الموضوع عايز اقول مانا خلاص ندخل احاول كلمتين عايز اقول يا سيد محمد عشان احنا تعملنا مع القرآن الكريم بالشكل وليس بالموضوع اقتصرنا الدين ان انا رب اللحي ان انا اصر جلبية ان انا مش مش بعترض من حق كل واحد يعمل كله ودي حرية شخصية انما الدين هو الفعل على الارض الواقع الدين هو المضمون التصرفات لا تصرف لنا الفترة الحالية في مصر في السنتين اللي فات ولها علاقة بالدين على الاطلاق الكبب النفاق الاكل كل العبر اللي القرآن بنعملها فاين نحن مدين هو الدين بس ان احنا نتكلم ونعمل شعارات وكلام هو ده الموضوع لما حنعمل بالدين ولما حنعمل بالصلة بتاعتنا ولما حنعمل باللي قال عليه ربنا سبحانه وتعالى حنبقى احسن احسن ناس في الدنيا لما طول ما احنا واخدنا شكل ده احنا احسن ناس نحط مصاح في كل حتة في البيت احسن ناس نبحرسين يوم النمعة في الصلاة واحسن شكل انا ما بتخش ما دخلش شد حد انما انا بشوف على الارض الواقع في المضمون المضمون هل النار ده لو احنا عندنا زر ايمان والدين والعمل بقرآن الكريم كتب الفوضى دي موجودة في مصر كده كتب الكرهية دي موجودة كده احنا ما عملناش ما بنعملش بالكتاب احنا واخدين الشكل بس الشكل ده والإضافة كمان على ده برضو عشان تحرق دمينه شوية ان احنا نملك على فكرة احنا نملك بالفعل في مصر عشان يعني ما نعطي نملك بالفعل في مصر اللي اكلنا دهب وعندنا ابحسنا عندنا ابحسنا وعندنا علماءنا وعندنا طاقتنا اللي احنا نخزنينها وعملين نضرب في بعض ونولع في البلد بتاع عندنا طاقتنا اللي احنا مهدرينها وعندنا اللي يأكلنا دهب في مصر بالفعل ده غير اللي لسه منعرفوش يعني عارفها دكتورة ربنا لما بيبغضان على حد اوي بيخلي باخيل على نفسه على الاخرين فبتكتشف ان الرجل ده بيقعد يكنس في فلوس وبيعينها بس ما تعرفيش لمين اللي صاحب نصبها وبيموت زي يعني ميت هو مش عارف يصرف في فلوسه ربنا حرمه منها اوه حرمه يعني هو عينه حرس عليها ومصرفش منها عشان تروح لحد هو ربنا معيننا حرس على كل المقدرات بتاعتنا والسروات بتاعتنا لان احنا لا نستحقها طول ما الكتب والخداع والزيف واللي احنا فينا ده اكيد حيبا في ناس اطيب مننا واحسن مننا افضل مننا ومن ولادنا او احفادنا او احفاد احفادنا حييلوا هياخدوا هذا الخير بس ما فيش حد اعجنابي هياخدوا ان شاء الله حيبا بتاع المصريين احنا محوشينه ليهم الدهب واليورانيوم والبترول والزرع والطبيعة وكل الحاجات دي كلها ده بلد ربنا اتكلم فيها ونور عليها نوره العظيم وصوته العظيم على هذا البلد هو في تكريم في الدنيا كتر من كده ومنعمل في بعضنا كده غير ان ربنا غضمان مننا وارفام مننا وحطنا حرص على هذه الحاجات عشان نعيش فقرة واحنا عدنا ان نخلينا اغنى بلد في العالم وعلى فكرة ده ما اذكر برضو في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ان في دعوته يعني انا اسفع على الحديث من انزلها على الصفحة بس اقول يعني مفهومه ان لما دعا ربنا ان لا يصلت عليهم عدوان ان هو يعني يبدهم ابادة تمة لكن كده الاستجابة ان لا يصلت عليهم عدوان الا من داخلهم ان احنا امتنا لازم هي اللي هتضرب بعضها وده اللي جاي فينا بوقت اهل كتاب برضو اهيج مصريين انا مصريين ان هم يقتلوا بعض في سفر اشعية او كذا مصريين دلت رفع السلح على بعض وبنقتل بعض وبنخوم بعض وبمستقيم بعض سنتين مش عارفين اتفق غير ان ربنا غطبان علينا ومحادش يكلمني محادش يكلمني من دولة خلص محادش يكلمني من الشيوخ دولة وكلمني على دين محادش يكلمني منهم خالص سنتين لو في ايه وإحنا بنغرق يعني مثلا والمركب غير انا سنتين مش عارفين اتفق وهم حتى كلامهم يعني لو دور لو رجال دين صالحي يعني أنا أستغفر الله يعني النهاردة لو الدعوة صحيحة كان هقدر يغيروا الناس دي انما دليل انهم الكلام اللي بقولوه محدش بيسمعه وما بيخشش قلوب الناس لان الكلام لو طالع من القلب حيخش القلب ما فيش حاجة محدش بيسمع حاجة ده دليل ان ربنا سبحانه وتعالى عايننا حرس على هذا البلد من سنين طويلة بلد كانت في وقت فيها خير في وقت كان فيها حاجات كتيرة انما عايننا حرس احنا كده في السنين اللي فاتت دي كلها والله اعلم لأمتى عشان خاطر الخير دي يعني الإمام المراغي مثلا اللي هو أجبر المجددين للشريعة يعني في العصر الحديث قال ايه الشريعة حيث توجد مصالح البشرة يعني اللي عايز يعمل بالشر هو اللي يعمل على مصلحة البشرة احنا لعب لا احنا طبقنا الشريعة احنا طبقنا الشريعة حتى لو عملنا الدستور عملنا حدات ضد الشريعة لا طبقنا شريعة ولا عايزين نعمل بالشريعة ولا عايزين نعمل بالدين ولا عايزين نعمل بالحياة احنا بنستخدم الدين بس إنما احنا أبعد الناس عن القرآن الكريم ده اللي عايز أقوله لأستاذ محمد علي فهمي اتفضلي يا دكتور مهم يعني سريع قبل ما ندخل في شرح الهولوجروم قبل ما ندخل في شرح الهولوجرام وكيفية الخداع البصري لان زي ما قلت الخطوات الحرب القادمة انت مرتش على كنيسة اه انا هشرح الهولوجرام بس قبل ما ندخل قلنا ان مشروع شعال الازرق اللي هو اربع خطوات اللي هو اولها فصل الانسان اللي احنا قلنا عن تاريخه وفصله تماما عن هدم المفاهيم الاسية او اسيات الاديان واسيات الوعي عند الانسان وكمان استخدام يعني على مدى كبير استخدام سلاح خرب وغيره من التقنيات الحديثة فعمل سلسلة من الزلازل تستهدف بالاساس الاماكن الدينية اللي هي لها قدسية عند اتباع الاديان وده في يعني ربنا يعوزنا طبعا من دوت بس ده في احتمالية كبيرة الفترة القادمة فده ضمن الجزء اللي هو الخطوة الاولى من مشروع الشوعة الازرق ده انا بلخص بس اللي احنا قلناه الفترة الفاتة ده غير بقى ان هما هيطلعوا وده اعتقد ان هو احتمال كبير جدا ان عملية اللي هو احداث الزلزال في المنطقة وطبعا احنا عارفين مثلا ان الاقصى مخوخ من الاسفل تماما ان في احتمال كبير ان ده يؤدي لهدم الاقصى وده اللي بيسعوله من زمان لكن النقطة اللي احنا مش فاهمينها ان هما هيستخدموا هذا الهدم ان هما هيطلعوا وصائق تاريخية تم تزورها مسبقا ومحطوطة بتقنيات معينة اللي هي تزلزل الناس او اتباع الاديان في ديانته والوصائق دي شكك يعني اه زي ما فيه ناس كتير دي روحتي بتتبع مخطوطات والمخطوطات دي انا مش عايزة اقول ان غالبيتها مزيف وتم تزورها بعناه ودسها بحيث انها يتم اللغو فيها حاليا نفضل في ايه في حالة اللغو والتشتت اللي احنا فيها حاليا دي النوة طبعا زي ما قلنا الخطوة التانية في مشروع الشعاع الازرق اللي هي مشروع العرض الفضائي العرض الفضائي قلنا هيتم باجهزة بروجيكتور فضائية ومستخدم فيها امكانيات الاقمار الصناعية وكده ويستخدم فيها الهولوجروم اللي احنا نشرحه وما يسمى مشروع الصيحة اللي هو مضاد لصيحة الملائك جبريل عليه السلام عندما ينادي على المهدى ويعرف به الناس وعشان كده يعمله تضليل كبير في الحكاية دي الجزء الثالث في مشروع الشعاع الازرق اللي كلمنا عنه اللي هو مشاريع السيطرة العقلية بموجات المغناطسية وموجات ذات التردد المنخفض اللي هي اي الاف ودي تناولناها قبل كده وقلنا دلوقتي ان اقمار الصناعية الجديدة اضافة لاصلاح حرب وغير وغير ومن الاجهزة حتى لو بتدخل بلدان وكذا بتعمل على بس هذه الموجات والسيطرات العقلية لكن الخطورة بقى من استخدام ده في حين ان هما هيصنعوا حكاية مثلا الدجال ان هو المسيح النزول التاني للمسيح او كذا او كذا ان الموجات الكهرومغناطسية دي بتعمل نوع من الطمأنينة وشعور بالسعادة وكذا عشان تتفتكر ان دي رسائل الهيه الجزء الرابع فيه عشان بتلخيص يعني في مشروع الشواء الأزرق اللي هو موضوع الغزو الفضائي موضوع الغزو الفضائي ده كتير ناس مثلا اخدته بسخرية وكذا عشان كذا احنا فتحناه مثلا بالكامل قبل كذا وقلنا ان الاتصال بهذه الكائنات الموجودة في قواعد أرضية كان من أيام غير بالحضرات القديمة لكن كان من أيام هتلر والنازية وتم بالفعل تصنيع سبع أنواع من الأطباق الطائرة في عهد هتلر وكان على رأسهم العالم فيكتور شوبرجر وأبحاث فيكتور شوبرجر السرية طلعت وموجودة ومتصور فعلا بالوسائق ان تم تصنيع سبع أنواع من الأطباق الطائرة بعد الحرب العالمية التانية تم تسرقة هذه العلوم جميعها اللي كانت لدى هتلر والنازية وتم أخدها للقواعد السرية اللي أشهرهم القواعدة 51 اللي موجودة في سحراء نيفادا في أمريكا وتكلمنا كتير عن القواعد اللي تحت أرضية وعن مذكرات فيليب شنايدر وكذا وما يتم في هذه القواعد والتحضير بالفعل لمخطط الغزو الفضائي في حين أن هذه الأطباق ستصدر من تلك القواعد السرية ومعمل لها مخارج وقلنا زي بتتفتح هذه المخارج وكذا وكذا كل ده تصرف عليه كل الكلام ده ما تصرفش هباء إيه الهدف من دوت الهدف من دوت اللي هو ما تنصه الديانة الإبليسية أن الجن أو الآلهة دي هم الآلهة وأنه هو واحد من الآلهة وهم من قوموه بصناعة البشر وتطورهم عبر العصور وهم من زرع جينتهم وطوروهم وكانوا يستخدموهم وإن إبليس أو اللي هو يدعني هو أو إله النور هو اللي حافظ على البشرية وأنه هو اللي بيفتح لهم العلم بالكامل ويفتح لهم أفاق المعرفة وأنه أنت هتتطور في النظام العالمي الجديد أنك تبقى قادر على اتصال بالآلهة وأنك أنت هترتقي لفكرة الإنسان الكوني اللي هو قادر على الاتصال بالآلهة واللي هو من أصل يتبع الكون وليس أرضي وتم زرع بزوره الجينية وتعديله وكذا من الخير وإنت هتبقى قادر على اتصال بالآلهة اشتركوا في القناة